عايز أبدأ بخبر غريب وغريب جداً لأنه جاي في توقيت الناس كلها مسك كتاب الدين عارفين فكرة زمالة ما كنا في المدرسة يفضل مثلاً يحصل كلام غلط بيتقال 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 وعول ما تيجي تقوله أصل الصحي كذا يقولك لا فيمسك كتاب الدين ويحلف عليه دلوقتي اللي بيحصل في مسألة استدعاء اللاعبين لمنتخب مصر حاجة غريبة وحاجة مش مفهومة طوال الأسبوع اللي فات لما النادي الآلي كان بيتكلم أنه عنده مباراة رسمية مع منتخب مع التحاد العاصمة الجزائري في كاس السوبر الإفريقي كانت الناس كلها تقولك هو ينفع أقارن مصلحة منتخب مصر بمصلحة أندية لما المنتخب يستدعي لعيبة محدش يتكلم على مصالح أخرى مصلحة المنتخب في كل شيء وأحدهم قاعد يقولك أصلي لو الأهلي أو الزمالك أو مرسلية وهو أساسا قبل كده كان شكر المنتخب على عدم استدعاء لعبين يعني موافقه كلها متضربة والناس كلها مسكت في النادي الأهلي إزاي أنت بتتكلم على موضوع لعبي الأهلي اللي لعبه في منتخب مصر ده منتخب مصر عنده مباراة مهمة يا سيدي منتخب مصر تأهل لكاس الأمم قال لك لا أقص لمنتخب مصر عنده مباراة مع إثيوبيا والمباراة ده تفري في التصنيف هتفري في التصنيف قال لك أقص القرع في 12 أكتوبر فمهم جدا أكون من الستة الأوائل في التصنيف عشان ما أعشف مجموعة قوية وصعبة في كاس الأمم في الكودفوار ده كان كلام حتى كمان مدير المنتخب الأستاذ محمد خالد غرابة لكن على مستوى الإعلام كله ماسك كتاب الدين وإزاي الأهل بيطلب إعفاء لعبته من مؤسكر منتخب مصر النهاردة الزميل والصديق محمد مراد المنصق الإعلام المنتخب مصر كتب على صفحته وخبر اتبعت لكل الزملاء الصحفيين ونزل حتى على العديد من المواقع اروا كده معايا أو اسمعوا كده معايا الخبر إراحة محمد صلاح من مواجهة إثيوبيا ومشاركته أمام تونس استقر الجهاز الفن المنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول عن مباراة إثيوبيا المقرر إقامتها يوم تمانية تسعة خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم إفريقيا عشرين أربعة وعشرين وتصدر المجموعة على أن يشارك صلاح في مباراة تونس يوم اتناشر من شهر ستمبر المقبل أو الجاري والمقرر إقامتها هذه المباراة في استاد الدفاع الجوي وتشهد قيمة المنتخب اللي أعلنها روي فيتوريا عن تواجد أكثر من لاعب في مركز الجناح الأيمن على رأسهم زيزو ومصطفى فتحي يعني آخر سطرين أصل ده المبرر إحنا استبعدنا صلاح وريحنا مطش إثيوبيا عشان زيزو ومصطفى فتحي جاهزين وموجودين فما فيش داعي نلعب بصلاح عارف لو هتطلع تقولي أصل صلاح عنده إنذارين ولو خد إنذار مش هيلعب في كاس الأمم أو المباراة أقولك كلامك منطيخي بس أنت ما قلتش حتى أنا صلاح عنده إنذار يعني شوف أنا بدور لك على مبرر كمان أنا بدور لك على مبرر لو صلاح عنده إنذار أقول ماشي لكنت ما قلتش إن صلاح موجود وعنده إنذار ده أنت قلت عن رايح صلاح عشان موجود زيزو ومصطفى فتحي تم ما رايحتش لعبت الأهل ليه متمسك بلعبت الأهل ليه ده الموقف الثاني اللي بيحصل على فكرة مش الموقف الأول الموقف الأول لما الزمالك كان عنده مباراة في تمهيدي دورة أبطال إفريقيا مباراة تحصيل حاصل مع بطل تشد ومباراة افتتاح ملعب في قطر كابتن حاز إمام تتحدث مع فيتوريا وتكلم مع فيتوريا لازم لعبة تخرج وخرجت اللعبة ورجعت بعد ما قدت مواجهتها ومباراة مع الزمالك طب الأهل عنده مباراة رسمية بطولة قرية مع اتحاد العاصمة الجزائري وبمبدأ كلام منتخب مصر وبكلام مدير منتخب مصر إن المباراة تحصيل حاصل إيه الفكرة في عدم إعفاء لعب الأهلي إيه الفكرة في أنك دايما عامل ضغط على الأهلي رغم أن الأهلي قبل كده كان ليه مواقف كتيرة لما كان عنده بطولة دولية كبيرة تحت شعار الاتحاد الدولي فيفا كأس العالم للأندية الأهلي ساب لعبته مع منتخب مصر لأنه ده منتخب بلدنا مع محدش هيجي زايد على الأهلي محدش هيجي زايد على الأهلي لكن الناس اللي بتشتغل في المنظومة واللي بتدير منتخب مصر واللي عادين على كراسة المسئولية في اتحاد القرى أنا مش قادر أستوعب الناس دي بتفكر إزاي وتشتغل إزاي لو أنت رفضت اللعيبة تخرج للزمالك هرفع لك القباة وقولك تعظيم سلام لو محمد صلاح هيلعب المباراة الرسمية مع منتخب مصر وفيش الراحة زيه زي أي لعيف المنتخب هرفع لك القباة وقولك تعظيم سلام لكن فكرة الخيار والفقوس والعناد مع الأهلي أنا مش فهم سببها بصراحة يعني ماتش اتحاد العاصمة في كاس السوبر لو الأهلي إن شاء الله ربنا كرم وقسم البطولة اللي هيكون وقف على المنصة بجوار رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس الاتحاد المصري يعني الأهلي هو السبب في حضرتك أنك تكون موجود على المنصة وبتسلم الميداليات راس براس مع رئيس الاتحاد الإفريقي ليه؟ لأن الفريق اللي بينتمي لبلدك هو السبب في وجودك على المنصة هو السبب في سفرك وحضور المباريات الكبيرة سواء نهاية دور الأبطال أو كاس السوبر يبقى بالتالع من نادي الأهلي يطلب طلب مشروع في أن المنتعم خلصت أهل لكاس الأمم ويبيطلب راحة اللعيبة لأنه لسه في بداية فترة الإعداد عشان عندنا بطولة قرية مع اتحاد العاصمة في كاس السوبر في السعودية تعاند وترد وترد في المؤتمر الصحفي ما تصدروناش مشاكل احنا عايزين نركز لو مشاكل داخلية احنا ممكن نحلها لكن ما تصدروناش مشاكل خارجية اللغة الخطاب الإعلامي اللي بتطلع من جهاز المنتخب الغير مبررة ما انت مريح محمد صلاح في ماتش إثيوبيا ليه الكيل بمكيالين ليه لعنات مع الأهلي والمبرر أصل المنتخب ضمن التقاهل طبعا لما الأهلي قال كده انت معجبكش الكلام لما الأهلي قال كده معجبكش الكلام بصراحة بداية روي فيتوريا مع منتخب مصر لا تبشر بالخير والمقدمات دي بتبقى ليه علاقة بالنتاج اللي جاية الناس تقول لي عاصل المستوى الفني حاجة وقل لا التفاصيل دي هي اللي هتقولك المنتخب ده هينجح ولا مش هينجح احنا بنتمنى منتخبنا ينجح وفي ظاهره وبندعمه بكل قوة ده منتخب بلدنا ولكن لما تدير منظومة وبتدير منتخب زي منتخب مصر لازم المصطرة بتاعتك تبقى واضحة ووحدة واضحة ووحدة لما ليفربول بيبعث لك يقولك ريح صلاح من المطش ده بتسمع الكلام وبتقول حاضر لما الآهل يبعث لك الآهل زي ليفربول على فكرة لما الزمالك يبعث لك يبقى زيه زي الأهلي بشلاء المشرف على المنتخب الكابتن حازم واخد جنب واخد جنب وبيقود المسألة بشكل مش بروفيشنا الخالص أنا بحاول أختاره الله يا كابتن حازم المسميات الإعلامية اللي ممكن تتألف المواقف اللي زي دي حضرتك مشرف على المنتخب تتعامل مع كل الأندية سواسية ولما تحب ترد ترد بنفسك ما تخليش حد يرد بالنيابة عنك لما تحب ترد ترد بنفسك أنت تدخلت في مواقف نادي الزمالك ما تدخلتش ليه في مواقف النادي الأهلي فين في الرد على موضوع النادي الأهلي ليه فيتوريا بيتعمد في المؤتمر الصعفي يقول أن الآلي بيصدر مشاكل هو قالها على فكرة قالها في ختام المؤتمر قالك احنا لو عندنا مشاكل داخلية ممكن نحلها لكن أرجوكم ما تصدرونيش مشاكل خارجية طب انت مراحي محمد صلاح يا مستر روي فيتوريا إيه الوضع دلوقتي مدى التمسك بلعب الآلي في لقاء إثيوبيا وحتى بعد لقاء إثيوبيا الموقف إيه بعدها محدش عارف أنا بتكلم عن مواقف الرسمية مليش دعوه بما يقال في الكواليس أو يتردد في الكواليس صراحة قلتها قبل كده فيه غضب كبير جدا عند قطاع عريض جدا من جماهير النادي الأهلي ليه؟ بسبب الأخبار اللي زي دي بسبب تصرفات الغير مسؤولة للمسؤولين عن إدارة الكرة في مصر نتمنى يتم تدرق الموقف صلاح زي الشناوي زي أي لعيف في منتخب مصر في فترة من الفترات كان الإعلام بيهاجم أنا فاكر الكلام ده في 2004 الإعلام كان بيهاجم الكابتن محسن صالح لما كان ساعتها مدير فن المنتخب مصر إنه هو عامل منتخب وأطلقه عليه منتخب أحمد حسام ميدو في التوقيت ده الناس كلها كان بتقولك ده منتخب أحمد حسام ميدو وكل كان بيطالب إن يكون فيه سواساب من كل اللعيبة دلوقتي منتخب مصر لو أنت شايف إن محمد صلاحي رايح ماتش إثيوبيا يبقى بالتالي نفس الأمر ينطبق للعيب الأهلي نفس الأمر ينطبق للعيب الأهلي لأن إحنا كمال عندنا أزمة تانية علي معلول في تونس بيرستاو في جنوب إفريقيا أليو ديانج في منتخب مالي والإتحاد الإفريقي هو اللي حطنا في الأزمة دي فيجب أن يكون هناك تعاون ما بين المسؤولين عن إدارة الكرة في المنتخب مع النادي الأهلي لأن الأخبار اللي بتطلع والمواقف المتضربة بالشكل ده بجد يعني بتعمل غضب عند قطاع كبير جدا سواء من الإعلاميين أو حتى من الجماهير لأن المعايير عند المدير الفن الأجنبي روي فيتوريا أصبحت مش وحدة ويبدو أنه هو بيتقال له بلاش دي خلينا في دي وافع على دي لأنه هو الراجل لو معاييره وحدة هتبقى وحدة على الكل ولكن بالشكل ده لا هي مش وحدة على الكل الكلب ميكيالين ده بيعمل أزمة على فكرة وأنا أتمنى يتم تدارق الموقف لأنه لسه الأجندات والمباراة الرسمية اللي جاية كتير جدا بالمناسبة